نادي الاهل النهاردة وطراء الجيش طراء الجيش معا مدير فني اسلوب واضح وطريقة لعب واضحة من اكتر المدربين المصريين اللي عنده اسلوب لعب واضح يعجبك ما يعجبكش بس اسلوب لعب واضح الكابتن طرق العشري دايما اسلوب دفاعي في حرص كبير جدا في لعب مباشر على الهجمات المرتدة والنهاردة بالمناسبة في الشوت الاول لو رجعتوا احداث المباراة هتلاقوا انه كان بيضغط على النادي الاهلي ضغط عالي من وقت ما مدافع النادي الاهلي يتحركوا بالكرة كان بيبقى فيه ضغط عالي عمل ده في الشوت الاول في جزء كبير من الشوت الاول عشان كده خنق النادي الاهلي خنق خروج النادي الاهلي بالكرة واعتمد النادي الاهلي على الكرات التولية في الشوت التاني رجع بقاش فيه ضغط عالي رجع قدام مرمى قدام مرمى محمد بسام وادر يدافع بالشكل المثالي قدام النادي الاهلي ده طلع الجيش نهنيه إنه فايز بنقطة اليوم أمام النادي الأهلي أما النادي الأهلي فالأداء ما كانش جيد الأداء كان في ملل كبير جداً 45 دقيقة أولى في الشوت الأول مليانة تمريلات خاطئة استمر هذا الأمر بشكل أقل في الشوت الثاني حاول النادي الأهلي في الشوت الثاني وضيع العديد من الكرات مش أقول الفرص الكرات السهلة والكارات الخاطئة من معظم لعبية إلا مياكن من كل لعبية النهاردة الأهلي كان أداءه مش جيد مش النهاردة بس مباراة اللي فاتت في الدوري أو في البطار الأفريقية الأهلي أداءه مش جيد وده مش معناه إن الأهلي في مشكلة عشان برضو الناس بتمسك الجملة دي يقولك إيه الحق؟ ده بيقولك الأهلي أكنه في كارسي لا الأهلي مش في كارسي خالص ولا في مشكلة أصلاً بس الخسارة النهاردة خسارة النقطتين دول النهاردة في آخر الدوري ممكن يفرقه مع النادي الأهلي الدوري أو البطولات تضيع بنقاط ممكن تبقى في المتناول زي النهاردة فالنادي الأهلي بيضيع نقاط والغريب أن النادي الأهلي عادة في المباريات اللي زي دي لما بيحس أنه هيخسر المباراة أو هيخسر نقاط المباراة أو هيتعادل ومش هيكسب هذه المباراة تراقي الدقائق الأخيرة فيه هجوم ضاخت جدا فيه فرص كتير ضائعة من النادي الأهلي فيه أداء حماسي كبير جدا ده ما حصلش النهاردة عشان إيه إحساس اللاعبين وإحساس الجهاز الفني إنه لسه بدري على الدور لسه بدري على الدور وده مش مظبوط البطولات بتخسرها بالشكل ده دي نقطة والنقطة ديها ارتباط مباشر جدا بالمباريات السابقة للنادي الأهلي لما كنا بنقول النادي الأهلي عنده مشكلة الناس تقولك فريق وصل لسيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا فريق ينافس على صدارة الدوري الممتاز ويبقى عنده مشكلة فيه مشكلة في الأداء فيه مشكلة في الأداء فيه مشكلة في الأداء واضحة في التمريرات في التسليم في التسلم في إضاءة الفرص السهلة في أخطاء دفاعية كلها أمور لابد من معالجتها مش معنى أنك بتكسب أن الأمور مستقرة والأداء رائعة ليه؟ عشان ممكن تخسر فجأة كل حاجة ممكن لقدر الله الأهل يخسر في البطار الأفريقية ممكن يتعثر في الدولة الممتاز ساعتها هتبدأ تفوق وتاخد بالك أنه في مشكلة في مشكلة في أدايا الأهل الفني الجميع شايفة وبيت سمو سيماني طبعا يتحمل جزء وبيت سمو سيماني طبعا يتحمل جزء وجزء كبير عند اللاعبين وأنا ضد فكرة موضوع الإرهاق وضغط المباراة على النادي الأهلي النادي الأهلي تحديدا عنده قوام كبير جدا من اللاعبين ومسيماني نفسه بيعرف يعمل التدوير بشكل كويس يعني بيدور لعبين كتير نهارة شوف نحسام حسن ومرة بنشوف حسين الشحات وطهر محمد طهر بدئين ومرة نشوف بيرستاو وميكي سوني هم اللي بدئين وبرستاو هنتكلم عنه كتير مرة تشوف محمد عبد المعنى موايس براين مرة تشوف ياسر براين موايمن أشرف مرة تشوف حمدي فتحي مرة تشوف عمر السلية نهاردة عمر السلية كمان الصب وان شاء الله تبقى الصبخ فيها عشان أكيد الأهلي محتاجه في البطولة الأفريقية بتشوف تغييرات كتيرة في الملع فالنادي الأهلي عنده قوام كبير يقدر يغير فيه ويتخطى موضوع الإرهاق وضغط المباراة والأهلي من المفترض أن المعتاد على ده من مواسم كتير سابقة دايما الأهلي عنده ضغط المباراة لأنه ينافس دايما على كل البطولات فأنا أعتقد أنه يتحمل هذا الأمر موسماني وكثير من اللاعبين اللي ما بيمسكوش في الفرص المتاحة ليهم في تشكيلة النادي الأهلي نيجي بقى على بيرس تاو بيرس تاو من اللاعبين اللي عليهم علامات استفهام كتيرة في المستوى خلال الفترة الماضية أداء غريب تمسك غريب كمان من موسماني بيه في التشكيلة الأساسية من اللعيبة اللي ممكن تقول عليها مخيبة الأمال أنت متوقع أن بيرس تاو يقدم مباراةك وايسة متوقع أن بيرس تاو يعمل أداء جيد وما بتشوفش ده في أي من الأمور